ترجمة نانسي قنقر بمشاركة أكثر من سبعين طالب وطالبة من الدول الأعضاء بالمكتب خلال لقائه طلبة مملكة البحرين الفائزين في أولمبيات الرياضيات الخليجي الثامن وأولمبيات الفيزياء الخليجي الرابع أشاد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بالإنجاز البحريني بحصول طلبة المملكة على ميدالية فطية وثلاث ميداليات برونزيات في أولمبيات الرياضيات وميداليتين برونزيتين في أولمبيات الفيزياء وأشار سعادة الوزير إلى ما ورد في التقرير السنوي للتعليم والتدريب للعام 2021 بشأن تحقيق الطلبة مستويات متقدمة في تحصيلهم العلمي في مادتي الرياضيات والعلوم طبقا لمؤشرات وبيانات تقارير المسوحات الدولية متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح ومن جانبه وجه معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف شكره لوزارة التربية والتعليم على جهودها في دعم الطلبة المشاركين في هذه المسابقة معربا عن فخره كولي أمر أحد الطلبة الفائزين بالنتائج التي حققها الطلبة وبالروح الأخوية التي سادت بينهم مثمنا كذلك ما بذله الأساتذة من المتابعين والمنسقين من جهود طبعا كانت تجربة علمية مميزة أعطتني الفرصة لتمثيل الوطن وتقديم قدراتي في هذا المجال طبعا حصلت الميدالي لفضية ولكن لسنة الياية إن شاء الله بحصل الذهبية يسرني أن أرفع إلى مقام سيدي صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وإلى مقام سيدي سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأميان سلمان محمد آل خليفة بجزيل الشكر والعرفان على دعمهم اللامحدود وجهودهم المتواصلة للاستثمار في القطاع التعليمي والطاقة الشابة وقالما أمتدي أريد أن أشكر المدرسين جهود المدرسين وكانت تجربة جيدة وحصلت علامة من البرونزية إن شاء الله قادم أفضل كنت مستانسة وفخورة جدا أني حققت هذا المركز الميدالية البرونزية في هذه المسابقة على مستوى نخبة من الطلاب المتميزين في مستوى دول الخليج وعلى البحرين أيضا والشكر واصل إلى كل من سام في هذا الانجاز سواء من المعلمين من وزارة من جميع العاملين على إيصال الشباب البحريني لأعلى المراتب الجدير بالذكر أن طلب الفائزين في أولمبيات الرياضيات هم الطالب عبد الله بن خالد الخليفة الحاصل على الميدالية الفطية والطالب أحمد بن محمد الخليفة والطالب مريم يوسف جعفر والطالب خديجة حسن صالح وقد حصلوا على الميداليات البرونزية أما الفائزان في أولمبيات الفيزياء والحاصلان على ميداليتين برونزيتين فهما الطالب جعفر الصادق محمد والطالبة زهراء حسين أيسى جعفر